في موضوع آخر ألقت الذكرى العشون للحرب الأمريكية على العراق بظلالها على الصحف الغربية صحيفة غارديون البريطانية عنوانت حرب العراق كانت نقطة تحول في الطريق المؤدي إلى أوكرانيا وحسب الصحيفة اتخذت صين وروسيا وإيران حرب عام 2003 نقطة مرجعية للرد على الغرب فعندما يتحدث بوتين عن أسلحة الدمار الشامل في أوكرانيا هذا جزء منه تذكير للناس بمجرى في العراق فحرب العراق خلقت بلا شك مساحة لموسكو لتحدي أحد أهم عناصر القانون الدولي ولسيما فيما يتعلق بالصراعات وهو أنه لا تستحوذ الدول على الأراضي عن طريق عمليات عسكرية واسعة وأضافت الصحيفة البريطانية سواء كانت الحرب في العراق بدافع أحمق أو فساد أو لخدمة مصالح ذاتية فإن الولايات المتحدة وبريطانيا قامت بانتهاك النظام الدولي القائم على القواعد وبينما تم الترويج لهذه الحرب من قبل المحافظين الجدد بشأن بوشكا وسيلة لأعادة تشكيل الشرق الأوسط بشكل أكثر استقرارا وديمقراطية كانت النتيجة في كثير من الأحيان عكس ذلك وقالت غارديان كانت الحرب الأمريكية في العراق بمثابة انطلاقة لنجه العضوانية الذي ظهر في سلسلة من الأزمات في العقد الماضي بداية من الأزمة في سوريا وتدخل روسيا وإيران مرورا بأزمة تايوان وبحر الصين الجنوبي إلى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 وبرنامج الأسلحة النووية الباليستية لكوريا الشمالية